موسيقى صبحكم الخير يوم الخميس 23 أدار مارس اليوم الأمار مرافقنا من برش هوائي برش الدلو والأجواء رح بتضل جيد الأبراج الهوائية الدلو الجوزاء والميزان يومين ونص كيف رح بيكون نهارنا بلش مع برش الحمل أكيد اليوم بالنسبة لألك أفضل بكتير من اليومين اللي مرأوا هناك تفهم لألك هناك تعاطف لقضيتك هناك ناس بتشجعك وهناك فعلا ناس بتضحك معه بتسيرك ويمكن حتى بتوقف لجانبك وبتدعمك بعمل هيدا النهار هيدا الجو مكمل معك يومين ونص بتبقى الموليد الأوفر حظنا 17-18 و19 نيسان عبريل بنتقل لأ برش الثور بالنسبة لألك مولود برش الثور الجو بيطلب منك عفوا أنك تكون واعي ومصحصح مية بالمية هيدا النهار نوعيته ما بتقبل حل وسط ما في حل وسط إلا إذا كنت أنت ديبلوماسي بيمشي الحال هيدا النهار بيمتحنك هيدا النهار قاسي شوي معك متطلب معك داك تنتبه بعملك بامتحاناتك احتمال أنه تحس أنه الامتحان صعب الأسئلة صعبة أو تحس أنه المقابلة الاجتماع اللي أنت عم بتواجهون للناس يمكن يكونوا شوي قاسيين معك فكون حذر بهيدا النهار وانتبه لصحتك الأكثر تعبا رح بيكون مولود 1 و 2 أيار مايو نكمل مع برشة الشوساء بالنسبة لبرشة الشوساء وصلت إلى مرحلة زمنية كتير حلوة يمكن اليوم يكون من أفضل أيام المتبقية بهيدا الشهر أو فينا نقول يمكن من أول الشهر لهلأ يمكن هيدا أريح النهار بالنسبة لك لأنه كأنك أنت عم بتعمل اللي بدكي تقدر تعمل اللي بدكي جاو كتير حلو بيسمح لمولود برشة الشوساء أنه يكون مبتكر ويكون مبدع وما يخاف من أفكاره الجديدة النهار بيحمل حظوظ لسيما إلى مواليد 11 و 12 حزيران يونيو بكمل مع برشة السرطان بالنسبة لبرشة السرطان بعد مشكل مبارح أو أول مبارح اليوم مولود برشة السرطان بيحس حاله أنه قف الأمور اللي بأسه بها الأمور منك كارثة هديك المسألة اللي أنت عظمت وضخمتها يبدو كأنه اليوم أنه منها الأدى كتير كبيرة وبتقدر تمشي الحال الجو اليوم منها الأدى صعب الجو اليوم بيطلب من مولود برشة السرطان أنه يتكيف يكون مرن المرونة هي سر نجاحك اليوم وأيضا مش بس لحطة تمشي أعمالي اليوم العمالين أو الأعمال اللي صارت باليومين السابقين بحاجة إلى ترتيب وتلطيف خاصة بعض العلاقات يلي يمكن تضررت الأنشط اللي ما بيهدأ اليوم 1-2 تموز يوليو بنت إلا برشة الأسد اليوم عند مولود برشة الأسد في شيء لافت للنظر أول شيء مولود برشة الأسد بيحب أنه يكون بنص أي مسألة مثل ما بيقول المثل ببنهم كل عرص اليوم مولود برشة الأسد هيك بده يكون موجود بده يشارك لكن حايس في حوصة هالحوصة اللي عندكيها معقولة تسبب نوع من استضام بينك وبين أحد الأشخاص أوكي قادر أنت عندك مؤهلات تكون لكن حاول أنه تدوزن هالطاقة اللي عندكيها لحتى ما يصير فيه استضام مع أحد الأشخاص الأكثر حظا مولي 27 28 29 تموز يوليو بنت إيه لبرشة العذراء بالنسبة لبرشة العذراء اليوم منو هالقدة مطمئن مثل اليومين اللي ما رأوه اليوم النهار بيطلب منك تكون دقيق لكل شي بكل شي أول ما تكون بالبيت علاقاتك مع الناس من حولك بالبيت مع أهلك مع أخويتك مع كل الناس حتى مع الغربة أنت وطالع مع الجيران أيضا مطلوب منك أنك تنتبه لورقة لأوراق لمعاملات يمكن تكون صحية أو يمكن تكون مصرفية هناك جو نوعا ما تقيل أو رسمي بالنسبة للمولو برشة العذراء هيدا اللي بيشتغلوا أما الصغار مثل التلميذ فأحتمال أنه اليوم مواليد برشة العذراء أو الأطفال أو اللي تكون الصغار احتمال أنه ما يكونوا كتير كتير مرتحين على وضعهم معقول يكونوا شوي متوترين بتبقى المواليد الأكثر قلقا اليوم هي مواليد شهر أب أغسطس بنت إلا برشة الميزان مولود برشة الميزان اليوم فيه حل اليوم فيه حل لمشكل لخلاف أو لعلامة استفهام صارت في اليومين والثلاثة والأربعة اللي مرأوا اليوم مولود برشة الميزان قادر تحلها يمكن تنبسط يمكن يحلوه لكيها فيه تسوي وفيه جواب بعض مواليد برشة الميزان بيرتبطوا بعمل بمهني بيدخلوا إلى نادي بيطوروا حياتهم الفنية مثلا المواهب اللي عندونيها واحتمال أنه يرتبطوا عاطفيا الأكثر حظا 13-14-15 أكتوبر بنتقل إلى برشة العقرب بالنسبة لبرشة العقرب هيدا نهار بتحس أنه عم بياخد منك عم بيستنفد طاقتك وصحتك يعني أحيانا نعرف أنه الأهل بيقولونا يعني انتبهوا على صحتكم بتتعبوا ما تسهروا إلى آخره اليوم بتحس أنه الكل عم بيقولك هيك خاصة الأهل أنه تبهوا على صحتكم انتبهوا ما تسهر كثير ارجع بكير بتحس أنه فيه تعب فيه ملاحظات على الوضع الصحي الجسدي يمكن لأنه عندك شغل عم تشغل كتير 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 مطلوب منك أنك تدوزن هالأمور تبرمجها تاخد لحظات استراحة احتمال يمكن يكون أحد أفراد العائلة أحد أحبائك هو اللي بيحاجة لاهتمامك المزيجي أكثر من غيره اليوم هو 2 إلى 4 نوفمبر بنتقل إلى برشة القوس مولود برشة القوس بعتبر أنه أنت اليوم مولود برشة القوس من أبرز الأشخاص اللي قادرين أنه هني يمثلوا مجموعة يعني إذا حدا بده يحكي فيه مجموعة من 12 برج اليوم مولود برشة القوس وحتى تدلو أنت مولود برشة القوس اليوم قادر أنك تحكي اسم الله عليك اليوم كل فكرة عن ذكيها ولا التاني مولود برشة القوس اليوم أنت شخص مبدع أنت شخص ذكي جدا دايماً ذكي لكن اليوم بيبين ذكيك لذلك حتى أولادكم اليوم مولود برشة القوس رح بيكونوا نشطين ما بيهدوا ورح يدوخونكم من كثرة نشاطاتهم الأكثر حظاً مولود نوفمبر 15-16 ديسمبر بنتقل لبرشة القوس بالنسبة لبرشة القوس اليوم مولود برشة القوس بدك تاخد بعين الاعتبار أنه في المصروف يلي بده يطلع منك اليوم بده يكون مش عشوائي مش أنه استحلينا وعم نهبش إذا نزلنا على السوق أو فينا عصاً إضالية أو فتنا على مطرح اليوم بدك تفكر منيح بدك تفكر منيح بدك تكون بخيل خليناً أقول مقتصد تما تزعل مني اليوم دك تكون مقتصد ليه لأنه فيه احتمال أنك تضطر بين اليوم وبكرة أو بخلال كالها الفترة حتى تقريباً 20 نيسان أبريل تضطر أنك تحط من زيتك من مصرياتك من أموالك من طاقتك على البيت أو على أحد أفراد العيلي لسبب أو لآخر يمكن يكون لأسباب حلوة يمكن حداً يتجوز حداً يريد منك مساعدة وبالتالي يكون متقشف اليوم يكون مقتصد بمصرياتك بخبرتك بمواهبك وحاول تساعد الآخرين بقدر المستطاع يمكن أحد موالي برش الجدي هنل بحاجة إلى هذه المساعدة الأكثر تعاباً 19 كنون التاني يناير بنتقل لبرش الدلو منافس قوي جداً اليوم مولوه برش الدلو وما حداً بيقدر عليك يمكن يلي بيساويك شوي هو مولوه برش القوس وبالتالي اليوم مولوه برش الدلو بتقدر تحمل الراية أي راية؟ راية قضية؟ راية العيلة؟ راية الشغل؟ راية الصف؟ راية الجروب اللي أنت بتشغل معه؟ شو ما كان؟ مولوه برش الدلو اليوم شخص أو رايتك أنت الشخصية لأنه اليوم مولوه برش الدلو بيقدر يبرم الأمور رأساً على عقب لصالحه فاليوم مستقوي جداً ومع كل الحق أجواء كتير حلوة مولوه برش الدلو يمكن تتوضح عندك فكرة مسألة بتحس إنه كنت لازم تشوفها من قبل كنت لازم تقرر عليها من قبل وتعترف بيوجودها هيدا هو الأمر الموجود ببرشك اليوم بدأ علان لي بدأ صفحة جديدة الأكثر حظاً تسعة وعشرة شباط فبراير منتقل لبرش الحود مولود ببرش الحود على هذا اليوم ما تستعجل إلا إذا عندك موعد هون بدك تروح قبل بوقت لأنه نوعية الوقت اليوم بتأخر كل شي ماشي سلو موشن وبالتالي حتى عاجئة السير تنزل على السير بتحس إنه ما عم بيمشي السير وبالتالي بتوصل مؤخرة على الشغل أو على الموعد معين بيطلع إنه ما حدا نترك ما حدا نسألين عنك اليوم أو بتروح بيطلع إنه في سوق تفاهم إنه ما كان اليوم مثلاً تصور لوين معقولة تكون طاقت هيدا نهار نهار تطلع من البيت ناسي نص غرادك بتفكر إنه إخذ الغراد بيطلع ناسي شي بدك تروق نتفي بدك تركز نتفي إخذ الغراد عندك الشغل منيح معبل بنزين الموبايل معك الشارجر معك كل هالأمور البسيطة اليوم هي المزعجة مع احتمال إنه يكون في بعض الأعطال الطارقة فكون حذر بتبقى الأنشط موليد 27-28 شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بنتظار مولود اليوم سنية كتير مهمة لأنه هيدا السنية بتخليك أنت تكون مشارك بمجموعة بهمك أمرا مولود اليوم احتمال إنه بهيدا السنية إنك تكون طرف بناء وفعال بشغلك بعملك أو حتى بمجموعة مع الأصحاب هيدا السنية كتير حلوة بتخليك تبين للعلن بتبين بتسلط الأضواء عليك نيسان أبريل أب أغوستو ديسمبر هني أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديد باي باي اشتركوا في القناة